فقرة مي رايتس اليوم فقرة مميزة من خلالها رح منجمع فقرتين يلي هني فقرة قبلز ومي رايتس رح منحكي أنون ورح منحكي طلاق تأثير أمور نفسية على الطلاق بصرني استقبل دكتور ميشيل نوفل أهلا وسهلا فيه حضرتك معالج نفسي وطبيب واليوم كمان بيشرفني استقبل المحامة اللي رحمي أهلا وسهلا فيك حضرتك محامة وأيضا مجاس بالحق الكنسة فمنشان هيك اليوم هالموضوعين رح بيكونوا معلقين ببعض وهو ادعاء المرض قد ممكن يأثر هالشي على قرار الطلاق بدنا نبلش أول شي دكتور نوفل نحكي عن ادعاء المرض شو هو هل هو مرض بحد ذاته هل هو المرض الوهمي أو المريض الوهمي للملاد إماجينار أو كيف بتصنفها الحالي نعم ادعاء المرض بشكل عام هو منه مرض ادعاء المرض هو مثل احتيال على السيستام لحتى الشخص يقدر يستفيد فيكون ادعاء مرض نفسي ولكن فيكون ادعاء كمان مرض طبي كون اقتصاصي صحة نفسية بالحالات اللي مربوطة بالأنون كتير وقت نسمع أشخاص مثلا بيديعوا مرض نفسي كرميل أنه يستفيدوا من موضوع معين بمجال الأنون نعم موضوع معين يعني أكيد هون بفتكر ما ترعب نحكي عن موضوع بطلان زواج بالمحاكم الروحية ونفقة أو لا أو ما بيأسر الموضوع كتير ما بيأسر هل هو الأساس هو العدم مقدرة نفسية اللي هو سبب من أسباب بطلان زواج وأهم سبب وهل أغلبية الدعاوة المحكمة الروحية والشيع زي ما نقلنا مية بالمية بيقدموا دعاوة على عدم مقدرة نفسية لأنه هذا بيفسد الرضا هذا الموضوع أكيد رحنا بنحتاج لطبيب نفسي ليقدر يعمل دياغنوستيك لشخص وشخص مرضه وعلى الآن أنه يحكم حسب اتراب الشخص إذا كان اتراب شديد يعني خطير أو اتراب عادي بيأثر على الإدراك وعلى العقل وبيفصل الرضا مشان لا نحصل على شيء اسمه بطلان زواج بس هوني كمانا بيصير في حالة يمكن معاكسة يعني شخص بيتهم شريكه بأنه عنده مرض نفسي لحتى لا يقدر يربح الدعوة لحتى يقدر ياخد يمكن الولاد يعني هوني كمانا ممكن تصير بشكل معاكسة لأبدأ نشوف حيثية هلأ عدم مقدرة نفسية ما كتير بتأثر على قصة حراسة الولاد إلا إذا كان فيه مرض خطير يعني هلأ الدكتور بيشرحه نهودي لأنه مثلا شخص إذا كان بيبولير أو شخص كيزوفران أو برانوياك يعني هذا بيأثر حتى بيكون خطر على نفسه وعلى أولاد هوني يلتجى الرجال أو المرأة ليطلب حراسة الولاد بينما هو عدم مقدرة نفسية هو إجمالا بنبحث رحنا إذا عم يفسد الرضا إيه أو لا للحصول على البطلان الزواج وطبيعة الشخص اللي بيتقدم بيدعوة المحكمة الروحية رح يدعي بسبب عدم مقدرة نفسية يابيدع على حاله يابيدع على الفريق الآخر في أشخاص بيدعوة حاله يعني شو مثل شو شو بيقوله يعني شخص مثلا بيقولك أنا ما في نقاط حمل مسؤوليات الزواج أنا ظلمي بنفعل أنا ظلمي بسكر أنا ظلمي بيصير عندي حالات انفعالية بضرب مرته يعني ما بفهم أنا شخص بيضرب مرته ما بيكون عنده اضطراب بالشخصية وعبي يجي يعترف بهذا الشيء عبي يعترف هون الفكرة أنه يمكن يكون هذا الشيء صحيح ولكن أوقات بيبقى الشخص عم بيدعي هذا السلوك الغير صحي بعتقد المهم أنه نقدر نعرف إذا هالشيء اللي عم بيقوله الشخص عن حاله أكتريت الأوقات بالمالينجرينج اللي هو دعاء المرض بهالحالة المرض النفسي بيكون على حاله يعني بيكون الشخص عم بقول أنا بالنشيء أنا بسمع أصوات أنا بشيء بقول لحتي يستفيد مثلا إذا شخص ما بد إذا إمرأة ما بد حضانة الولاد فيها تدعي أنه هي مريضة كرميل أنه تخلي الرجل هو يخذهم إذا شخص مثلا بده أنه ما يدفع نفقة إذا الرجل ما بد يدفع نفقة لمرضه إذا كان بحال الطلاق فيها تدعي أنه عنده مرض لحتى يحصل على وراء كرميل أنه ما قادر يشتغل ما عنده الإدراء ولكن بالإدعاء الإدعاءات بتكون على أمراض أكتر نفسية أو على مشاكل نفسية أكتر من أنه صحية فيها تكون على اتنين بس عن نفسية أهيا لأنه ما فيك تبرهني يعني صعب أنك تبرهني بس إدعاء المرض الطبي مثلا فيك تعمل الصور فيك تعمل فخصات دم يعني واحد ما في قلك أنا عندي الكالسيو مواطي من بيدعي أكتر السيدات ولا الرجال هلا هلا النساء النساء بيدعوا أكتر كرميل من هي بس مليو حد يحصل عبطلان زواج بجري بيقدم كل بس الشي ما بيأثر على حضانة الولاد لا مهلا كده عم بشرحه أنا لأنه رحنا في عنا لأنه بيشخص ثلاث حالات هو الحالة جنون يعني إذا واحد عنده مرض نفسي وأكيد للأسف بعض بتتسمى جنون مرض دهاني يعني مرض دهاني مصبوط وعندك البند الثاني اللي بيحكي عن واحد عنده ما عنده ناطش نفسي وعاطفة والبند الثالث اللي بيحكي عن الاترابات الشخصية يعني هاو الاترابات رحنا ما باهمنا نشوفها إذا هي كانت خطيرة أم لا هاي الاترابات ما بتأثر على قصة حراسة الولاد إلا الأول الأول أكثر شيء هو اللي بيأثر بس ليه بتخلي أو بتسمح أنه يطلق هالشخص يعني إذا هالشي ما في خطورة لدرجة أنه ممكن الولاد يبقوا مع هالشخص ليه ممكن تأثر أنه عبطلان الزواج لأنه رحنا ننظر لاتراب الشخصية فيه أشخاص ودكتور بيعرف يكون عندهم سمات يعني ما وصلوا لدرجة الاتراب سوهي ما بتأثر على رجل الزواجة ما بتعطي بطلان الزواج سو لازم يكون فيه مرض نفسي يعني سريع الكلمة اتراب نفسي لأنه قدر نحصل على شيء اسمه بطلان الزواج قبل ما ناخد رأي الدكتور بذكر مشاهدينا أنا ممكن تصلوا فينا على 044444444 لأي سؤال إلو عليه أبي هالموضوع بالزيت معنا اليوم دكتور نوفل ومات رحمة الله حتى يجابوا على كل أسئلتكن دكتور فينا إداعي شو ما كان يعني ليه بدو يتاخذ هالموضوع بعين الاعتبار طبعا مثل ما ذكرت إنه الموضوع أصعب إنه يتثبت من إنه يكون مرض عضوي إذا كان مرض نفسي أكتر عضوي صح بس إنه بيتثبت يعني مع المعالجين مع الأطباء النفسيين صح مشان هيك المعالجين النفسيين الأخصائية بالعلب النفس العيادة موجودين كرميل يعرفوا هالشي اللي بلاحظوا كتير وقت مثلا بيجينا كيس معينة إنه تشخيص نعمل بمحكمة عن حدا بيكون هو عندي قاطع من حد الشخصيت المريض اللي عندي أو إذا كلاينت لأن مش كل العالم بيجوا عن المعالجين نفسين هني بالضرورة مرضة مهم إنه ينفهم إنه التشخيص من هالنوع إذا بدي يكون فيه تشخيص لأنه لما نقول تشخيص يعني بتكونوا عم ننبش عمرض ممكن ما يكون فيه مرض أصلا تنكون عم نقول عم نشخص إذا بدك إذا بدك أكتر تقييم الشخص إنه كان على صعيد الشخص شخصيته ولا صعيد الاترابات بدي نعمل بجلسات مكثفة بجلسات كتيرة نعمل لوقت تستات للشخصية تستات للزكاة وعدة أنواع مش تست واحد اليوم في كتير بعض تستات بيستعملوا باللبنان للأسف بره ما بقى يستعملون وحتى في تستات بره بيستعملون بيستعملون اليوم هلأ بقى كم أسم باللبنان وهنا مبدئيا مش معمولين لحتى يستعملوا باللبنان مثلا فيه كان تست بعضهم اليوم بيستعملون باللبنان مش بكل العام بيستعملون مثل التست دروشا تاست دروشا شائع في لبنان. هذا التاست اليوم عليه كثير ناطق استفهام. تاست دروشا لأنه معمول من زمان. بعدين معمول معتمد على نظرية معينة. أكيد بفيد بمحلات معينة. بس ما أنه التاست الشائع اليوم. يعني نحن اليوم بالقرن 21 نصارك تاستات غير. في تاستات تانية تستعمل كمان للشخصية. كرميل يكشفه عن كذا مراد هنا. أي شيء. نعم. بس شاغلي. بعد في تاست اليوم شوية شيء عم يستعملوا بأمريكا وبكتير بلاد. من السلطة ملتيفايزيك برسناتي انفنتوري. وفيه كمان الأجدد كمان. هولي معمولين برات لبنان. معمولين بأمريكا ومحلة معينة مسبتين ومدرسين مثل بفرنسا وبإنجلند وغيرهم. بس ما فينا نستعمل تاست نحن معمول ومركب بأمريكا على ناس لبنانية. ليش؟ لأننا ما نفكر مثلهم بموقف معين لألنا مفهوم شيء غير مفهوم ونحطى لو الموقف ذاته. بقى لما أنت تجاوبي على السؤال بطريقة معينة عم تجاوبي حصد مفهومك كامرأة لبنانية يمكن. البيئة، السقافة، الدين، كله بأثر على الأجوبة. ليس دائما فيناخد تاست واحد بطريقة حتى ولو الـ M&PI. لحاله منه كافي. نعمل كذا تاست ونعمل كذا جلسة مع الشخص ومع كمين أفراد بيعرفوا الشخص بالعائلة لا يقدر ينعمل. إذا بدنا نقول تشخيص تاخد فترة طويلة قبل أن نطلع برابور. نوع من علاج أو مني علاج خلينا نقول قبل ما نوصل لنتيجة. لكن ليه هل تستات عم تتخب رحنا كمحكمة روحية بس تتقدم دعوة بس يتعين الخبير النفسي من خلال القاضي. ما أنه شغلته يعالج. شغلته يعطي الدياكنوزيك عند الشخص. تقيم لشخصيته. كم جلسة بيعمل قبل ما يعطي التشخيص؟ مطلوب؟ المطلوب هو أكيد في استجوائي الزوجين اللي بتصير دائما المحكمة قدام القاضي الزوج والزوجة. وبعدين بيروحوا لأعمال عند الخبير النفسي. بناء على هالستجوبات الخبير بيستدعيون أو للطبيب. وبيعمل هالستجوبات اللي للأسف كمان بيحكي الدكتور غير كافية. غير كافية. أي لأنه أنا يعني عم بتحاول أنا والدكتور أنه ما بفهم كيف طبيب بيقدر يشخص حالة شخص مجرد جلسة معه وحدة يعني أو ساعتين أو تست واحد. هلأ في أطباء بيعملوا عدة تستجوبات بيحاول مثلا بسيكيات بيحاول لبسيكولوجي نعمل تستجوبات بيكون عنده شغل لشخص حالته حالته يعني. هنه مفروض يكونوا معينين من قبل المحكمة. من قبل المحكمة أكيد في أطباء بيكونوا حلفين يمين قدام المطران المشرف على المحكمة. يعني طبيب شرعي أو معالج نفس الشرعي ومحلف. وقبل ما يدوس يعني الخبير بيعطل حالة. بس بالنهاية نتيجة القرار للقاضي. والقاضي نحن نعرف أنه هو خبير الخبراء. يعني بالنهاية هو عيش الحالة. هو عيش الأشخاص. يعني فيه أشخاص بيجروا يعني حتى بيقدر ما يوافق على التشخيط. يعني فيه أشخاص بيجروا عند القاضي خلال استجوابهم خلال حياة زوجية القصيرة. مثلا واحد جواز بعد شهر بدي يطلق. فالقاضي بيقول لك أنا ليش بدي يبعطه عند خبير ما بيين أنه هذا في عنده محل نفسي. بس سعبة الأنون تبعا 818 تبعا الأحوال الأنون مجموعة كمانين كناء الشاركية بيحفز أنه يكون فيه خبير نفسي. بس لا يطلق على حقا. أنا كمان تصديق على كلامك. بس بأتداء وقت لدي يكون فيه عدة خبرة نفسية. إيش بس واحد. اليوم صار في عنا كمان عدة اختصاصات ضمن العلم النحس العيادة. يعني سب سبشلتيز مثلا. هلأ هون عم نطلب كثير يمكن دكتور. بس عم نحكي نحن نخلينا هلأ قبل موجود نكمل الفحوصات قبل ما نطلب الاختصاصات الثانية. بس موضيح بطلان الزواج. يعني هلأ اليوم صار فيه بالمحكمة 572 يلاحقوا. على العالم يقدروا يدرسوا كل كيس بكيس. مشان هيك نضطر بس نستعين بطبيق بوحد. قد منها الحالات ماتر بيصير فيه ادعاء بطلان الزواج؟ يعني نسبيا نصف. تقريبا نشي 90% على عدم مقدرة نفسية. بس مش كلهم بيطلعوا فيه بطلان الزواج. يعني عم بيكون هو الأغلب. بس بعتقد فيه شغلة. أنت ماتر عم تحكي لما يكونوا برك الشخصين متفئين بدون طلوه. لا لا لا. مش ضرور. ومرة. إجا لعند الرجال أو المرة عرضوا لي حال حالة. سوأنا بارث من خلال الوقاية اللي عم بسرد ليهون. إذا هذا الشخص مزبوط عنده عدم مقدرة أو لا. لأننا رحنا بالأنول الكنسة ندرس شوي متسين لقال. يعني يكون عنا فكرة عن الطب النفسي. طب شو الحلول اللي مفروض تسير يعني دكتور. أنا بتخيل أنه أول شي مثل ما قالت. أنه لازم يكون في عدة أشخاص. لازم يكون فيه بسيكياتر طبيب نفسه. لازم يكون فيه بسيكولوج كلينسي. يعني اختصاصي صحة نفسية أو علم نفس عيادة. لازم يكون فيه بركة كمان أكتر من شخصين. يعني يكون فيه أشخاص اختصاصية بالتستات. بالتقييم. يكون فيه مثل فريق يعني. وبالنسبة للوقت أو لل... وبالنسبة للوقت أكيد بيناعمل عدة جلسات انترويوز يتعرفوا على الشخص مع كل حدا من هالأشخاص اللي كتعام بقولهم. بعدين إذا بيناعمل تستات. بيناعمل عدة أنواع تستات. وبنننقل تستات اللي تستعمل ببلاد عربية مثل لبنان والمنطقة. يعني ما فينا نستعمل تست. ما تركب لحتى يستعمل ببلد وين مفهومه. المجتمع كله بيتغير. المبادئ الأوانين. الدين بيأثر. الإتناع والإيمان كله بيأثر. لأجوبة بتغير الجواب حسب إتناعك. ما يترق اقتراحاتك كأنون أو تعديل الأوانين. أو يعني فيه غبن يمكن أوقات عم بيثير كمان. لا مش كتير. بس الحلول عم بقول لعنا الدكتور. هذه دي لازم تبلش قبل ما يتقدم الدعوة. يعني رحنا في عنا ستابس لتتقدم الدعوة. الدعوة بلا تروح على التحالة المطرنية. رائع الأبرشية عم بيوكل كهنة أنه يجرب يعملوا مصالحة. أنا هون كنا عم نحكي الموضوع أنه لش ما بيستعينوا هالكهنة بأطباء نفسيين قبل ما يوصلوا على المحكمة. يعني وانس وصلوا على المحكمة خلص. يعني انكسر تجارة مثل ما بيقولوا. المحكمة هذه اسمها محكمة بالنهاية. ما أنه شخص جاي صالح. تب رأيك الأنون عادل بهذا الموضوع. بيأخذ الاتعاءات بعين الاعتبار. الأنون 818 المجموعة كوانين كناق الشاركية. هذا نعمل سنة 92. جديد. يوحانا بولستاني. وهذه للكنيسة تتماشى مع المجتمع. لأنه صاروا كل زيجات بكل العالم بروحها زيجات مدنية أكثر ما هي. زيجات الكنسية. لأنه كتير عادل. بس تطبيقه. طريق أو المراحل فينا. لأنه في دعاوة. إحنا كمحميين من عيني مننا. مثلا بتيجي بعد 40 سنة. رجال أو مرة يتدعوا بعدم مقدرة نفسية. 40 سنة عايشين مع بعض. هلأ صار في عدم مقدرة نفسية. في حالات تكون منا منطقية. في حالات منا منطقية. ومثل ما قال الدكتور. فعلا بيجوا ناس بيتدعوا على حال. أنه رحنا في 40 سنة. طيب شو بيربحوا من هالأدعاء غير البطلانة السريعة. البطلانة الزواج. سريع. بطلانة الزواج. أكيد. في الوردة. في الوردة. لا لا. بالنسبة للمراس. رحنا كدينة مسيحية. ما في حرم. بس بالمدني مثلا. بالمدني في حصص محفوظة للأشخاص. أكيد. بتعرف حردك بالأنون المدني في حجر. مثلا شخص إذا وصل لحالة جنون. هون عم يحكي عن غير. عم يتصرف بأمواله وكذا. بيتعين لجنة طباء. عم يحكي بطريقة شخص يدعي الجنون دكتور. لا بالحجر. ما حدا يدعي لهم بمحكة مدنية. لأنه بدأ يخسر كل حقوقه. أتحتاج أجابة على اللي عم تقولي. أنه الشخص فيه يقول أنه أنا بسمع أصواته. وأنه يحكي بطريقة مثلا الأفكار منها مترابطة. يعني هون ما فيك تعمل فحص دم أو صورة للراس لتعرفي. مش ناكت نقول أنه إدعاء المرض بنفسي. منشان هيك بده كذا جلسة. بده كذا جلسة. بعدين صاروا بيقروا كثير الناس ليشوفوا شون العوارد. اللي واحد بيقدر يدعيها. أنه لحتي يبين. لون بديك عن جد عدد اختصاصية كرمال يتأكدوا إذا الشيء مضبوط أوه. هل بدي أسألكي أنه شخص ذكي. أكيد بيقدر يدعى بمرض. وراح عند حكيم نفسي دعا أنه هو زلمي أناني أو زلمي شخص. أجيبك على سؤال. بيقدر هذا الحكيم يكشفه بلغة. أول شيء نعم. أول شيء معك حق فيه أشخاص يمكن أصعب تكتشفهم. بس في عندك تستات تنعمل بالتستات. في عندك أسئلة معينة. وين أكتريت الناس بتجيب عليهم طريقة معينة. هون عم نرجع على ذات الحلول يعني. هون عم نرجع على كمان قدرة المعالج الاختصاصي المدد. قبل ما نختم ماتر هل ممكن يعاقب إذا نكشف الشخص أنه يدعى المعالج؟ في محاكم جزائية في واحد يدعى على الطبيب. لا الشخص لا. الشخص من النهية هو يجرب ميرحيز. ليس الشخص الذي يعاقب. الطبيب الذي يعاقب. الطبيب إذا تبين أنه يعمل تقرير من المصلحة الشخص. هلو ما كان. إذا اكتشف أنه الشخص هو يكتشف أنه زعب. لأنه هذا الشخص بالذات فيه روح عند هذا الحكيم يشخص له مرضه أو شخصيته. وفيه روح عند حكيم تاني يشخص له شخصيته التاني. كيف يستعنفه؟ فيه مش استعنف. فيه الشخص المتضرر يطلب كونتر إكسبرتيز. وبعدا إذا كانت كونتر إكسبرتيز متعرضين بيعملوا. على الحال أخذنا فكرة شامي لليوم عن الموضوع يلي كتير فيه تفاصيل بفتكر وحالات كتيرة. هذه الشائعة هلأ بالبلد. بدي أشكر وجودكم معنا دكتور ميشيل نوفا الأستاذ إلي رحمة أهلا وسهلا فيكم. هاي خدوا في سريع ومتابع مع فاشنستا خليكم معنا.